ما أحب أن أقوله أنا لا ألوم المستبد إذا تعنت أو تعد فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد شأننا وقدرنا أن نستعد لهذا الاحتلال الغاشم شأننا أن نستعد وأن نكون على جهوزية كاملة لتحرير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى شأننا أن نستجيب لله جل في علا في كل محطات حياتنا حتى نحيا بشأن وعنوان هذا العيد عيد الفطر السعيد عيد الانتصار بإذن الله والله وبالله وطالله سننتصر والله لأن الدماء الزكية الطاهرة التي سجدت للرحمن ستثمر انتصار بإذن الله الدماء التي أريقت عنوانها الانتصار ولا تحمل عنوان آخر والله لا تحمل بهذه النفسية نعمل وبهذه النفسية سنتصر انت غزاوي أستاذ طلال؟ أنا من قطاع غزة نعم وأحمل بإذن الله سبحانه وتعالى كل الفلسطينية هيك ولا بس الغزاز هيك؟ كل الفلسطينية بل أنا أدناهم كل الفلسطينية بإذن الله بهذه النفسية لأنهم عنوان لمرحلة التحرير والله شرفنا بأن نكون رأس حربة في مقارعة الاحتلال سنبقى على طريق ذات الشوكة حتى استعادة حقنا والله كأنني أرى ذلك بأم عيني عن مقريب إن شاء الله رب العالمين هذه هي تكبيرات العيد تكبيرات العيد سيكون بإذن الله شعب فيه أمثال هؤلاء الأبطال سينتصر والله فالسيف عندنا لا ينكسر يستشهد أو ينتصر هذا العدو الصهيوني سيندحر وسيخرج له من كنانة القسام ألف مقاتل وشهيد وسينتصر بإذن الله جل في علا تقبل الله طاعتكم ورحم شهدائكم أستاذ طلال نصار شرفتنا في ليلة العيد وكل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله طاعتكم كل عام وأنتم بخير وعز ونصر وتمكين بإذن الله